الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فحياكم الله في المحاضرة الثامنة من هذه الوحدة السابعة التي سبق وتكلمنا فيها عن الخبر المردود وتكلمنا عن الضعيف بأقسامه وتكلمنا عن مردود بسبب سكتم في السند تكلمنا في ذلك عما تعلق بالمرسل والمدلس واليوم نتكلم عن المردود بسبب الطعن فرغاوي ونذكر مثالين له الموضوع المضطرب نقول وهذا هو المبحث الثالث المردود بسبب طعن فرغاوي أولا ما المقصود المردود بالطعن فرغاوي المراد بالطعن فرغاوي أي جرحه باللسان والتكلم فيه من إحدى ناحيتين إما من ناحية عدالته ودينه وإما من ناحية ضبطه وحفظه وتيقظه هكذا يطعن فرغاوي وسميه جرحا تشبيها له بالجرح الحقيقي الذي يكون فيه الأجسام فالطعن فرغاوي يكون من جهتين إما من حيث العدالة أو من حيث الضبط أسباب الطعن فرغاوي أسباب الطعن فرغاوي عشرة أشياء كما ذكرها مصنف خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة منها تتعلق بالضبط أما الوجوه التي يطعم بها فرغاوي وهي تتعلق بالعدالة فهي أولا الكذب والتهمة بالكذب والفسق والبدعة والجهالة هذه خمس قضايا يطعم بها في أرغاوي من حيث عدالته والفرق بين الكذب والتهمة بالكذب أن الكذب هو أن يعرف عن الرغاوي الكذب في حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غيره أما التهمة بالكذب فأن يعرف من الرغاوي الكذب في حديث الناس وفي التعاملات معهم ولا يعرف عنه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى متهب بالكذب أما الأوجه التي يطعم بها في الرغاوي وهي تتعلق بالضبط فهي أيضا خمسة وهي فحش الغلط سوء الحفظ الغفلة كثرة الأوهام ومخالفة الثقات وهذه تطحن فرغاوي من جهة ضبطه وحفظه وتيقظه سأذكر نوعين من أنواع الحديث الملدود بسبب من هذه الأسباب على سبيل المثال وإلا فالأنواع التي تنشأ عن هذه الطعون كثيرة جدا وهي مبسوطة في كتب المصطلح سنقتصر على مثالين فقط من باب التمثيل هما الموضوع والمضطرب فنبدأ بالموضوع وفيه مسائل ونحن نبين أنه إذا كان السبب الطعام فرغاوي وهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه يسمى الموضوع حديثه يسمى الموضوع أول مسألة نناقشها فيما يتعلق بالحديث الموضوع تعريفه في اللغة الموضوع هو اسمه مفعول من وضع الشيء أي حطه سمي بذلك لانحطاط رتبته أما في الاصطلاح فهو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فالموضوع هو الحديث الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى نأي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رتبته هو شر الأحاديث الضعيفة وأقبحها أردى أنواع الحديث الضعيف هو الموضوع وبعض العلماء يعتبره كسما مستقلا يقلها الموضوع وليس نوعا من أنواع الأحاديث الضعيفة حكم روايته أجمع العلماء على أنه لا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى إلا كان مع بيان وضعه للحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين المسألة الرغاية بأعطلق الوضعين في صياغة الحديث إحدى طريقين إما أن ينشئ الوضع الكلام من عنده ثم يضع له إسنادا ويرويه والحالة الثانية هي أن يأخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيرهم ويضع له إسنادا هذه طرق الوضعين في صياغة الحديث المسألة الخامسة كيف يعرف الحديث الموضوع يعرف الحديث الموضوع بعدة طرق منها أولا إقرار الواضع بالوضع نفسه كإقرار أبي عصمة نوح بن أبي مريم بأنه وضع حديث فضائل سور القرآن سورة سورة عن ابن عباس فيأتي إلى كل سورة من هذه السور فيضع لها فضلا من عنده وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجعل الحديث من طريق ابن عباس هذا نوح بن أبي مريم الذي يقال له نوح الجامع لأنه جمع كل شيء للصدق الأمر الثاني الذي يعرف به الحديث الموضوع ما يتنزل منزلة إقرار الواضع بالوضع كأن يحدث عن شيخ فيسأل عن مولد ذلك الشيخ فيذكر تاريخا تكون وفاة ذلك الشيخ قبل مولده هو ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده فهذا ينزل منزلة إقراره بالوضع الأمر الثالث أو قرينة في الراوي يعني تدل على أنه وضع هذا الحديث مثل أن يكون الراوي رافضيا ليس مجرد شيعي وإنما رافضي والحديث الذي يرويه في فضع لأهل البيت أو قرينة في المروي تدل على الوضع مثل كون الحديث ركيك اللفظ أو مخالفا للحس أو مخالفا لصريح القرآن فهذه الأمور التي يعرف بها الحديث الموضوع ونقف على هذا الحد في هذه المحاضرة والله أعلم وصلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر